صباح الخير أنا أكرم ورح أحكي لكم عن نبات الصبار أو عن مجموعة من الصباريات المختلفة بالشكل والحجم وحتى اللون لكن متشابهة بطريقة العناية بيها تحتاج إلى مجموعة من العوامل أو الظروف المناسبة حتى تنمو وتزهر لكن قبل هذا لازم نعرف أنه الصبار يعتبر من النباتات بطيئة النمو بل بطيئة النمو جدا ولازم نعرف الصبار يحتاج فترة طويلة حتى يزهر قد تستغرق سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات أما العناية بالنبات فهي جدا سهلة وبسيطة بالنسبة للعامل الأول عامل الإضاءة الصبار يمتاز بقابليته كبيرة على التأقلم مع البيئات ذات الإضاءة المختلفة يعني نقدر نخليه قرب النافذة ونعتمد على أشعة الشمس المرشحة من خلال النافذة ونقدر نخليه داخل الغرفة ونعتمد عليه الإضاءة الكهربائية فقط أنت مخير أي مكان يناسبك تقدر تخليه بهذه النبات عامل السقي يعتبر أهم عامل من العوامل اللي لازم نوفرها حتى نحافظ على هذه النبات الصبار يغزن الماء داخل نفسه يعني ما يحتاج نسقي النبات بكميات غزيرة أو بصورة متكررة يكفي ترطيب أو رش التربة بالماء كل 15 إلى 20 يوم فقط وإياك ترش النبات بالماء الموضوع رح يأدي إلى تعفن النبات بالتالي رح تفقده إياك أن تسقي بغزارة الموضوع رح يأدي إلى تعفن الجذور بالتالي رح تفقد النبات أما التسميد فرح نسمد بسماد الـ MBK المتوازن المتعادل ورح نسمد بنفس طريقة السقي يعني رح نرطب الطبقة الخارجية فقط من التربة وهذه العملية رح نكررها كل ثلاثة أشهر